حسنا جيدنا هنا للنقطة السادسة أولا هو هنا عندك ذاكر لك نوع من أنواع الدفيوزرات اللي هو اسمه هذا شنو الشكل مالته اللي هو هذا الشكل مالته راح تلاحظ أنه أكو أضوية منها وأضوية منها والمنطقة الوساطية صائرة بها فتحة هاتي تكون تدفع الهواء اللي موجود هذا طبعا يعتبر من الأنواع الغالية ليش؟ لأن الشكل مالته حلو يعني إذا نسق أبو المعمار وهي الدزاين اللي موجود يتلاحفت شي مرتب فهنانا زائد بيميز الأخ هو أنه الأضوية مالته ما أخذها بنظر الاعتبار يعني الأضوية مالته أنه كحمل حراري هي تبعث حرارة الأضوية هو حاسب لك سالفة الأضوية وما أخذها بنظر الاعتبار ما تحتاج أنه أنت تكون تجي تحطها بالحسابات اللي موجودات فهاية تعتبر ميزتين إلى يعني هذا وما عدا فقرة الشكل أنه إذا يراهما مثلا أبو المعمار ويجب سنبورد متحرك فيكون إلى شكل مميز زين هذا شنو عندك بيب دي يقول لك أنه الكفاءة مات من ناحية الأضوية تعتبر عادية وهذا شيء أكيد لأن الأضوية ما أخذها بنظر الاعتبار وخلصاني من هاي البوينت زين عندك النقطة الثانية شنو اللي يقول للكياد يقول لك اللي هو تكون قيمة السنسبل هيت فاكتر قليلة وهذا شيء أكيد ليش يعني أنت هسش عندك قانون الروم سنسبل هيت فاكتر هو شنو السنسبل هيت فاكتر يساوي عندك السنسبل على السنسبل زايدا ليتنت إذا أنت شلت الحملة الحراري مالت لطوية باعتبار ما أخذت نظر الاعتبار إذن هذا رح يقل وهذا رح يقل إذن هاي كلها قلت إذن هذا كلها رح يقل فعلى هذا الأساس تعتبر هاي النقطة true نقطة الوراها هنانا طبعا بالمناسبة قبل اللي نبدي بهاي النقطة الدفيوزارات كل واحدة اللي هنسعرها يعني هذا هس عندك يعتبر من الأنواع الغالية أو الكون بمييزات أكو من المييزات مثلا أحيانا اللي تكون عندك سالفة النعومة يكون السطح أملس كل ما يكون أملس أكتر كل ما زاد المبلغ ليش إذا كان السطح خشن فتهاي الحالة رح يصير احتكاك أكبر وإذا صار احتكاك أكبر المبلغ رح يكون يعني يقل ما يفيدك كل ما زادت سالفة يصير أملس أكثر كل ما أحسن زين عندك هنانا شنو رح أذكر بالبداية عدد من المعلومات أو بهاي النقطة رح أذكر كمية من المعلومات لأن هاي رح تستخدمهم بالمسكيو اللي وراهن فإذا تكون تكتبهم يمك رح تكون تفيدك عندك الأولى شي يقول لك يقول لك من ناحية التدخين return air inlet should be located at lower يعني أحنا نكون نخلي الرتيرن الراجع الدكت ما لا تراجع نكون نخليه بمنطقة منخفضة أول شي أدنس احنا نعرف أنه الهوى الحار يصعد لي فوق كون أنه هو خفيف والهوى البارد كون أنه هو ثقيل فلا حيكون ينزل لي جوه زين التدخين شنو يعتبر تدخان حار فعلى هذا الأساس رح يكون يصعد لي فوق فهنانا شنو احنا شنسوي نجي لازم نوضع لفد diffuser مكان الدiffuser حسب واحدة واحدة بالبداية إذا تقول احنا نكون ناخده بمنطقة منخفضة هذا الشي غلط ليش ما ناخده بمنطقة منخفضة لكون أنه يعني منطقة الجوانية هي باردة وبيها شوية الدخان فعني بسبب هذا الدخان اللي شوية اللي موجود أنا أكون مثلا يعني أسحب كل البرودة اللي موجودة وأخلي الرتيرن جوه مو منطقة هذا الشي فعني شنو اللي أسوي أترك الدخان يصعد لي فوق وأكون النوانية أسحبه هسا راح تقول لي زين هي البنكة مو راح تكون انه راح تكون تفرى وتكون تنثرة بالغرفة اللي موجودة ورح تنتشر الريحة وهاي السالفة ما تفيدنا لا هاي أكو شغلة المروحة السقفية ماكو منظومة تكييف مركزية يستخدموه ويحطوه لها مروحة مركزية هذا الشي غلط ما عليك باللي إحنا قاعدين يساويه بالمكاتب أو هاي الأشياء ليش؟ لأن إنت أصلا إذا تحط لك مروحة سقفية العدد أنت أصلا على شنو قاعد تحض في وزرات وقاعد تحسب وين يصل الهواء وين ما يوصل والتوزيع الشون قاعد يصل خب هاي شي لك كلها أصلا يعني شنو حاطها إنت فعلى هذا الأساس ماكو فت شيء اسمه توضع بنكة سقفية هاي ماكو زين شغلا لو خشنو أستقول إنه هو الدخان باعتبار ماكو بانكة سقفية رح يصعد لي فوق من رح يكون يصعد لي فوق ما يصير تخلي الراتيرن الراجع ما للدكت عالي كلش مفروض تخليه بمنطقة أنزل من العالي أولا ليش ما عالي كلش هو فوق أعلى شي رح يكون الهواء الحار رح يكون يحوي ثناء يوكسيدي الكاربون ورح يحوي أوحاد يوكسيدي الكاربون كون إنه صار حار وصعد لي فوق ويا يجي دخان التدخين زين إنت ميصر تسحب مناك ليش لأن هذا رح يسبب حمل على الكويل غلط أنه إنت الهواء كل يان حار وتيجي تسحبه وتطيل الكويل بصورة مباشرة رح يصير إجهاد عليه فحلا لهذا الشي شي سوون أكو منطقة تماس ما بين الهواء الفوق الحارة وما بين الهواء الجو والبارد هاي المنطقة شوية أقل من العالي يخلوني يمهر الراتيرن الراجع حتى يسحب من الهواء اللي موجوده وبهاي الحالة شي صير مننا نيصعد الدخان وهي فترة الصعود ما تنسحب عن طريق الراتيرن اللي موجوده وبهاي الحالة خلصنا من الفقرة مالة الدخان وثناء أكسيد الكاربون ووحادي وأكسيد الكاربون والهواء اللي يسحبه يسحب شوية حار مفوه وشوية بارد من جوا حتى ما يصير إجهاد على الكويل إذن هاي النقطة هسته تعتبر فولس ليش فولس؟ يعني يقولك احنا نخليه منطقة ناصية وحنا لا منطقة ناصية ولا حيل عالية احنا منطقة شوية أقل من العالية فهي النقطة فولس النقطة الواراها شنو يقولك هنانا شنو دي يقولك من ناحية التصميم للدفيوزر للراجع يعتبر شي مهم بالنسبة للنويز وحدة وحدة أولى راح تقول لي زين احنا أصلا نخلي دفيوزر للراجع هو دفيوزر غير موزع هواني شقة حاطة للراجع أحاقولك إيه أكيد ليش؟ لعدة أسباب أولا شنو هسا انت عندك هنانا هسا خلال شقة كلمان دفيوزر خلنقول مثلا انت خلنقول مثلا مثلا عندك هذا الشكل مالة الدفيوزر شنو اللي عندك بيه أتت أسباب تخليني أنه أنا يخلي دفيوزر للراجع الأول الشكل الجمالية أنه أنت يعني ما حلو أنه أنت مخلي لك فتحة مالهوى ودكت مالهوى مفتوح لا حاط لك بيه شبكة لا حاط لك بيه شي شنو هذا حتى أبو المعمار يعني حتى حيانا ترى أبو المعمار يجي يقولك أنا الدفيوزر في لا شكل معاجبني شكله أريد تستخدم غير دفيوزر أنت لازم تكوني تروح تدور لك يا أنا مع شكله حلو يرهمني أو حق الجمالية شي مهم فإذا هاي النقطة لأولاك تخليك تستخدم دفيوزر نقطة ثانية شنو هو أنه أنه أنت الدفيوزر تكون أنه أنت السبب لي يخليك تستخدمه هو مثلا أنه أنت عندك فهد مكتب معين وقاعد دي تكون مثلا ورقة طارت بالهوى إنت هنا نخوهم هاي الورقة راح تكون تخليها تكون تدخل داخل الدكتو وتكون تلزق تروح بالكويل أنا مريد هيج شي يكون يصير فإنت لازم تخلي لك هاي حتى ما تنطي مجال تكون لي أشياء تكون تلزق بالكويل أو مثلا علاقة طارت وصارت هيج يعني وهكذا زين نقطة ثالثة شنو اللي تخلينا أنه نستخدم الدفيوزر هو فقرت أنه مثلا عندك فرنسا عدد من الدول من يمهل عراق تفوت في إيران يعني داخل فأر يفوت داخل الدكتات فهاي نازم نخلي دفيوزر حتى نمنعها النقطة الرابعة شنو هو مثلا عندك المستشفيات المستشفيات أنت الناس عندك مرضى والمرض ما لاتهم يعدي مثل كورونا وغيرها من الأمراض خوما أنه أنت تجي حاطلك فتشيي شي مفتوح وتخرجه بره تمنى أن تشيي لمرض من المستشفى الطلع بره وين كوهي تقعد تنشر المرض هنا فأنت لازم شي تسوي له لازم تكون تخليه لمصفي يعني أنت هنا أنا هذا هسه هو الدكت اللي موجود من تكون أنه أنت تخرجه لي بره يطلع مننا هذا هسه حيز بره خلي نقول لازم أنت تكون تصفيه وتكون أنه أنت تنقيه من المايكروبات والجراثيم والأمراض والأشياء وتتنظف هاي المنطقة وتسويها يالله وراها تكون تطلع الهواء للخارج ما كفتشي ما تطلعه بصورة مباشرة فهذا السبب أنه أنت تكون توضع دفيوزر شي قل لك دي يقول لك أنه هو شي تصميم الدفيوزر يعتبر شي مهم من ناحية النيز وهي أكيد احنا هذا شي مهم ليش لأن انت مثلا عندك هنا هوا هواية وعندك هنا الديفيوزر هو صغير يعني الفتحات مالتا خلي نقول أنه هي صغيرة هيتش فتحات مالتا صغيرة يعني خلي نقول هذا مقطع عرضي للمكبر للشكل هات ش رح يصير؟ هاي الفتحة بما أنه هي صغيرة رح يسبب لك نويز شي صير؟ يبدي صفر صافورة يصير شايف القرى ما تشاهل مني يطلع الصوت مني يبدي يغلي هو نفس المبدأ هنا كمية هوا هواية قاعد تمر عليه والفتحات صغيرة فيبدي يطلع صوت مع الصافورة وهذا صوت مزعج وإحنا النويز ناخده بنظر الاعتبار عندك النويز تعتبر شي مهم إذن الدزاين مالت الديفيوزر بالنسبة للراجع يعتبر شي مهم من ناحية النويز إذن هاي النقطة تعتبر true